تعال اخدكم معي في جولة زور اشهر اصار اسكنرية في يوم واحد بس انا وصلت اسكنرية الساعة عشرة واول مكان روحته هو حي كرموس في اسكنرية عشان اشوف اشهر مقابر رومانية موجودة هناك وهي مقابر قوم الشقفة انا هنا جوه المقابر تحت الارض حوالي 12 متر تحت الارض ودول سياح برضو كانوا موجودين جوه المجبرة ومقابر قوم الشقفة دي تاريخها بيعود للقرن الاول والتاني الميلادي والمميز في مقابر قوم الشقفة انها مزيج بين الحضارة المصرية واليونانية وكمان الرومانية لانها بتحتوي على نقوش من الفن المصري القديم والفن اليوناني والروماني وبجد المكان كان بالنسبة لي وهم من جماله يعني بجد كان حلوة اوي وبعد كده روحت اشوف عمود السواري ودي كانت اول مرة اشوف فيها العمود على الحقيقة وعمود السواري ده طوله حوالي 12 متر ومصنوع من حجر الجرونيت وقيمة لتخليط ذكرى الامبراطور ديكلاديانوس في القرن الثالث الميلادي وعمود السواري هو الاصهر الوحيد اني متبقي من معبد السرابيوم اللي كان موجود في اسكندرية وعشان مفيش حاجة تاني مميزة هنا غير العمول فانا مشيت على طول ما اخدتش وقتها عشان ما ضيعش وقت ورحت للمسرح الروماني المسرح الروماني ده جند الواحد ممكن ياخد عنده شوية صور تحفة وهو موجود في منطقة كومت دكة عند محطة مصر وتم بناءه في القرن الرابع الميلادي وبيتكون من 13 مدرج من الرخام ومترقم بحروف وارقام يونانية لتنظيم عملية الجلوس والمسرح ده بيتسع لحوالي 600 شخص وفي العصر البيزنطي في مصر تم استخدام المسرح كصالة للاجتماعات وعشان ما ضيعش وقت كتير في المسرح فتعالوا معايا نروح على بحري عشان نشوف اشهر اصهر موجود في عروسة البحر المتوسط واحنا راحين نشوف القلع هنقابل في الطريق صور مدينة الاسكندرية القديم اللي خطط له الاسكندر لحماية المدينة من الغذاء واكتمل بناءه في عهد البطاليمة وزاد تحصين الصور دوت في عهد الرومان وبرضو في طريقنا البحري بالتحديد عن دمدان الظهور هنشوف تمثال الاسكندر الأكبر اللي اهدته الجالية اليونانية لمصر والتمثال بيحمل في ايده حمامة السلام للاسكندرية وحنفضل مكملين في طريقنا البحري وهنشوف معبد صغير كده اسمه معبد الراص السوداء اللي قدامكم ده وتم اكتشافه سنة 1936 وهو عبارة عن هيكل صغير زي ما انتوا شايفين واخد شكل البيت اليوناني وأخيرا بقى هنطلع على الكورنيش هنطلع على كورنيش اسكندرية عشان نروح لقلعة قايد باي اللي هناك ديت القلعة دي بناها السلطان المملوك الأشرف قايد باي سنة 1477 ميلادياً وتم بناءها على أنقاض منارة الأسكندرية الأزيمة يعني مكان الألعة دي كان فيه المنارة اللي هي إحدى عجائب الدنيا السبعة وألعة قايد باي هي ألعة حربية بنيها السلطان قايد باي لتحصين مدينة الأسكندرية وإحميتها من غزو العثمانيين وآخر حاجة هنزورها موجودة في بحري بردوك بالتحديد في حي المساجد في الأنفوشي هي جامع المرسى والعباس وجامع المرسى والعباس هو واحد من أقدم وأشهر الجوامع اللي موجودة في اسكندرية وبعد كده كانت الساعة حوالي ستة المغرب وأنا كنت تعبت الصراحة فاطلعت على الكورنيش قاعدت شوية أشوف الغروب على البحر وانتو ممكن تكملوا اليوم وتركبوا الأوتوبيسة بودورين وتلفوا بيه بقى المدينة بلاش تركبوا مشروع أو ميكروباس يعني تركبوا الأوتوبيسة أحسن أو ممكن تعودوا زي لو تعبتوا من طول اليوم وعودوا على الكورنيش وكلوا فريسكا وبس كده في الآخر رجعت القاهرة